أهلا بكم بآخر فقراتنا لهذا الصباح اللي من خصصها للحديث عن إطلاق وزارة التنمية الاجتماعية دليل الدعم النفسي والاجتماعي وإدارة الحالة للأسر المعرضة للخطر إذن نتحدث أكثر عن تفاصيل هذا الموضوع مع ضيفنا من داخل السوديو الأستاذ عماد عمران مدير عن رعاية الاجتماعية في وزارة أشهرون الاجتماعية أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا بك تخبرنا بالبداية فكرة الدليل اللي جاءت كيف جاءت؟ فكرة الدليل هي بلشت بناء على احتياج وزارة التنمية الاجتماعية التنمية الاجتماعية بناء على احتياج وزارة التنمية الاجتماعية لتطوير قدرات ومهارات العاملين أو الخصائي النسيين والاجتماعيين في الميدان لتقديم أفضل الخدمات للفئات المستهدفة وهذه بلشتنا فيها تقريبا في العام 2014 والحلو فيها نهجات نتيجة لأحتياجنا حقيقي وكمان بإرادتنا الفلسطينية تم إنجازه بأيدي فلسطينية كمان خبراء فلسطينية عشان هيك احنا بنحكي دائما أن العمل الاجتماعي مش متوقف عن النقطة معينة وخاصة إذا كرنا بالتدخلات النفسية يعني بالعادة الناس بتوجه لوزارة التنمية الاجتماعية على اعتبارهم بدون مساعدات مفهوم الشك لكل ثلاث شهور مفهوم كيس الطخين مفهوم المساعدة الطبية بتأمين صحة أو مساعدة طارئة لا الصحيح أن وزارة التنمية الاجتماعية بتقومها كثير خدمات التحديث وإننا اسمنا التنمية الاجتماعية والاجتماعية دائما نحط تحتها كثير خطوط بمفهوم العلاقات في المجتمع لوين احنا رايحين في الأسرة هاي الأسرة إذا أنا بحقق لها لسبمائة شكل معنات ونا حلت مشاكلها ولا في مشاكل أخرى خلف الجدار أو تحت الطاولة احنا بحاجة كمجتمع نتعرف عليها كوزارات متخصصة نتعرف عليها عشان تتكاثف كل الجهود نحل هاي القصة للناس بالضبط إذن كيف نساعد هذا الدليل على يعني البحث في الأبعاد خلينا نحكي للفقر نحكي عن أسر ممكن تكون معرضة للخطر أو الأكثر خطورة مثل ما حدثتك تفضلت احنا ما نحكي فقط عن مساعدات عينية عن مساعدات طارئة نحكي لحتى تخف هذه المساعدات لحتى يكون يمكن موضوعنا قبل شويك عن تنمية عن الإنتاج المستدام لحتى يكون في على الأقل نهوض من هذه الحالة من حالة الفقر يجب البحث في الأسباب الأخرى كيف يقدم هذا الدليل الإجابة على ذلك أكيد في العادة أنا بحكي أنه الناس بتوجه لحل مشكلتهم بيعالجوا العرض ليس السبب يعني زي اللي بتوجهوا طحنتهم أول يوم يأخذ مسكن ثاني يوم مسكن بس مدام فيه سوسة جوة وفيه التهاب لازم تعالج السبب السبب الأساسي للسبب المشكلة عشان هيك الدليل كيف رح يساعد الدليل هم نعتبر نحن نحن أحد الأدوات الممكنة لوزارة التانيمية الاجتماعية في الميدان تتعرف على أدقة تفاصيل للأسرة بمفهوم أنه اليوم أنا أخصاء اجتماعي صار بين إيدي دليل بساعدني وهذا الدليل مبنى على حقوق الإنسان بالتحديد يعني مبنى على وثيقة اتفاكة حقوق الإنسان كمان على قوانيننا المحلية والإقليمية والدولية لما أنا بكون متمكن في مهراتي معناته لما أنا بزور أسرة وبكتشف أنه على سبيل المثال بهذا البيت فيه غرفتين طب غرفتين وفيه أنا صبايا وشباب كبار وصغار وزوج وزوجة طب كيف تظهر عملية الحياة في الأسرة هل أنا الغرفتين هذول بعنولي إنه فقير ولا فيه أبعاد ثاني هذا على سبيل المثال اتنين الباحث الاجتماعي والخصائي النفسي فيكون مستند لوثيقة رسمية اللي هي الدليل اللي أنا وجد علشانه عشان تطور مهراته عشان كمان لما يجي بحث بالأسرة بيكون عارفه ما رايح هي خطة عمل لما يجي عن تاريخ تطوري للأيلي يعني هاي الأيلي شو فيها مصادر دعم شو فيها مصادر ضعف مصادر الدعم الداخلية ولا خارجية بالأسرة المحيطة اللي عم بيمثل قوة ولا بيمثل أحسب المثال فهي بتعطيك بكتش كاملة عن كيف إدارة منظومة إدارة الحالة للأسرة عشان توصل بالنتيجة لما أجي حط بخطة الاستراتيجية كوزارة إنه اليوم المناطق المهمشة والمحاذة للجدار أو البعيد عن المدينة طب في منظومة هايوان كانت إذا عملت أنا الدراسة الحالية والداتة اللي موجودة عندي معناته في خطتي لازم أحط جهد كبير أكثر من الموجودة في المنطقة الثانية فهي بتعطيك رؤية كاملة ووضوع في أليات عملك مع الفئات المستهدفة الأشخاص القائمين على هذا الدريب لحضرتك تفضلت بذكر أنه أيضا تم إعداده مع الخبراء والمختصين لكن تطبيقه أو الاستفادة منه ترجمته على أرض الواقع في التعامل مع هذه الأسرة أيضا هل كان هناك مثلا إعداد لتواقم معين تدريب لكفاءات في الوزارة يعني أنا أشكرك هذا السؤال كثير مهم لأنه بالعادة إحنا ما بنأخذ وثائقنا وبتنحط على الرقل يعني هي مش مجرد مشروع مولوا صندوق الأمم المتحدة للسكان وخلص لأ هو لا الاستفادة منه عشان هيك أول من عندي الدليل كان فيه عصف ذهني مش طبيعي إحنا نتكون من أنه لجنة فنية في الوزارة برئاسة عطوفة الوكيل وأنا كنت أحد عضاءها وفي مدرع عامين متخصصين كمان في الوزارة وهي سميناها اللجنة الفنية هاي اللجنة الفنية كنا كل مخرج يطلع من الدليل فكرته شو فئات المستهدفة تيو آر تبعه ولوين رائع كل الأشياء كنا ننغشها بتفاصيل داخلي يعني ما جبنا خبراء من خارج البلد وبالتحديد هاي فرصة كمان أشكر الأستاذ شادي جابر المركز الرشادي الفلسطيني هو الخبير اللي عاد الدليل بمشاركتنا وبإطلالها كاملة من الوزارة بمرحلة أداده كنا نعمل ورشات عمل متخصصة في الميدان يعني ما بصير أن تتفصل فورمات للناس كوري المتفضلوا ويشتغلوا بهذا الاتجاه لازم كمان أن نكون صاحب قرار مشارك كباحث اجتماعي بحكي عشان يكعملنا ورش عمل للباحثين الاجتماعيين للموجهين المهنيين الموجودين وبالمرحلة ما بعد أعداد الدليل في الـ 2015 لما انتهينا منه صار مقارض تمام وبصورته النهائية عملنا ورشة عمل متخصصة يعني لمدة حوالي أسبوع للموجهين المهنيين مبارح وأول مبارح كان في عنا كمان ورشتين عمل متخصصات من أستاذ جابر ومركز الرشادي الفلسطيني لأربعين باحثوا باحثي في الميدان هذين رح نأسسهم لمدربين في المستقبل من عنا يعني إن شاء الله بنسأل لفكرة نحن ما نجيب مدربين من خارج البلد نسأل نحن كمان ندير أمور حياتنا وبأكد لك إنه في عنا عقول كثير فلسطيني قادرة إنها تدير أمور حياتها بس يبحاجة كمان لدعم داخلي من الوزارة ومن البلد ما هي همية تحقيق التماسك الاجتماعي للمجتمع الفلسطيني بكل فئاته يعني عدم التماسك هو ضمار للمجتمع أكيد عشان هيك عشان هيك لما أنا باجي بأشخص كباحة اجتماعي وبحدد السبب معناته أنا بلشت حط إيدي على الوجع حط إيدي على المشكلة معناة ببلشت أدور على الحلول فالحلول إجاد الحلول أي مجتمع أي مجتمع بدون ما تغذيب طيارات وتعمليل وقصف وعسكر دمرين بداخل الأسرة راح أنتهى التماسك المجتمعي وبالتحديد المجتمع الفلسطيني عشان ما يكون إنه بحاجة لتماسك بتظل الظروف اللي موجودة فيها فهو أنا بالنسبة لي هو العمود الأساسي والعمل الاجتماعي دائما بحكيها بكل اللقاءات العمل الاجتماعي هو حرب إحنا جنود نفس اللي بكاتلوا على الحدود الجنود بكاتلوا بعساكر وإحنا كمان نبني في مجتمع عشان نسند حالنا وكون أنا مجتمع متكامل وقوي نعم أستاذ عماد عندما نتحدث عن أبعاد وقضايا مختلفة على الأسرة مثل ما حدثتك حكيت يجب أن نبحث عن السبب الذي يؤدي إلى الفقر أو إلى مشاكل أسرية مشاكل أسرية حراف نعم نتحدث عن أكثر من المجال نتحدث عن المجال النفسي نتحدث عن المجال الصحي وأيضا الاجتماعي هل هناك تشفيك مع الجهات المختلفة إحنا أهم شيء يعني في عملنا في البلد أنه يكون في توازي في توازي أو دائرة متكاملة من العمل على الجهات المختلفة الصحية ونفسية واجتماعية لحتى بنهاية مش كل شخص يشتغل لحاله وإيد واحدة أكيد ما بقصد هلأ يعني كمان أنت بتروح بتوجه يعني على الأشياء التي نفكر فيها شكرا لك كمان مرة ثانية إحنا في السنة إحنا فيها طبعا أخذنا قرار المجلس وزراء أنه اعتماد البوابة الموحدة للمساعدات النقضية غير النقضية وهذه البوابة تشمل كل الشركاء الميدانيين في الميدان اللي بقدم الخدمات للمستفدين وكمان متلقي الخدمات يعني اليوم على سبيل المثال إذا بنعجي ويحكي عن المسن شو الخدمات اللي بتلقاها في أكثر من مؤسسة بتعنى بالمسن في البلد بس بتلاقي مرات مسن بوقت خمس خدمات ومسن بوقت شوالا خدمة بس لما نوحد كل هدول الناس على بوابة موحدة وأنا كشريك مزود خدمة بكون إلي صلاحية أدخل على برنامج الوزارة أعرف أنه المسن اللي أنا بزوده أكم حدا بزوده باجي بعمل تسأل طب ليش دورنا كوزارة مبرر أنه ضروفه هالكد صعبة ولا عن جد أنتوا شكرا لكم لفظتم تباهنا أنه لازم نعمل اللي هي عدالة بالتوزيع هذا واحد اتنين على مستوى الشركاء إحنا إنا اتفاقيات كثير مع المجتمع المحلي والمدني في عنا شراء خدمة لفئات متخصصة في عنا اليوم في الوزارة شغلين على مجموعات التخطيط مجموعات التخطيط هي اللي بتشمل المحافظة الشركاء اللي موجودين وهي بلش نشتر فيها في الميدان أنه الكل بقضعة طاولة بفكر كيف رمالة بدي أنهط فيها بهذا الاتجاه الكل بحط عقله على الطاولة ببعط أفكاره ومشاركة تامة اتنين إنه إحنا كمان هاي بحب أأكد عليها فكرة توجه الوزارة الحديث بعد ما أنتهينا من قصة الإغاثة كشؤون اجتماعية خطتك الاستراتيجية وبأهدافك ومخرجاتك والخطة التنفيذية كل مدخلاتك ومخرجاتك رح تختلف يعني فيه فرق بينما أجي أتطلع على محمد كقضية اجتماعية ما أخذت 500 أو 700 شكل ومحمد عن جدي لازم أستثمر فيه لازم أبحث عن طاقاته دائما في الوزارة في الوزارة عنا هاي بنشتل عليها مع طواكمنا في الميدان الإنسان في الميدان شو مكان ضعيف شو مكان مهمش شو مكان أدواني شو مكان فيه في جواته فيه إضاءة صغيرة هاي الإضاءة الصغيرة دورنا نكبرها على حساب العتمة اللي موجودة كيف نكبرها؟ لازمكون عندنا مهارات لازم نسند لازم ندعم لازم كمان تشعر للطرف الآخر انه هو ذات اهتمام هاي رسالتنا الأساسية هذا كلام بشر إن شاء الله ومتمنى عن جد انه مثل ما حدثتك تفضلت يعني هاي مجموعات التخطيط انه تاخد بعين الاعتبار كل هاي الأشخاص المهمشين انه لما بيكون في عنا تخطيط بيكون عنا سياسي بيكون عنا إرادة حقيقية من أجل النهوض مثل ما حدثتك تحدثت هذا واحد من الأهداف مهمشين أكيد الدليل زي ما موجود فيه منهجين وهو الوقائية والحقوقية أكيد علشان هيك وحنا بالأساس لما حطينا التوأر تبعه احنا حكينا أنه مبني على حقوق الإنسان بمعنى حقه بالمشاركة حقه بالاختيار حقه بكثير كقضية ما بيزبط ما بيزبط أنا بحكي دائما ما بيزبط أنت تعملي فورمات أو فور معين وتيجي تحكي للناس حاضر بالدكية طب أنا وين يعني أنت بتيجي بتبني لي بيت ممكن يكون بجنن بس مش هاد الشكل اللي بديه أنا وين عشان هو كمان مبني على منظومة حقوق بتحافظ على حقوق المنتفع وكمان واجباتنا باتجاهه فهي عملية متكاملة نعم أستاذ عمال فما تتعلق بالعقبات اللي بتواجهوها خاصة احنا نحن نحكي عن فئات يمكن لم تحصل على تعليم عالي أو حتى تعليم أساسي نحن نحكي عن ثقافة مجتمعية نمطية في بعض الأحيان ممكن تكون واحدة من المعيقات اللي بتحد من التواصل على المواصلات المختلفة النفسية والاجتماعية وغيرها كيف قدرتوا هذه المعيقات وكيف تفكروا تتجاوزوها طلعي يعني احنا مش اجداد في الشوء يعني احنا صارنا فترة منيحة في الوزارة وخططنا دائما مبنية على رؤية واضحة يعني عسابي المثال فكرة الأطفال المتسربين المدارس احنا عنا في وزارة التنمية عنا في الضفة ثمن مراكز تعنى بالأطفال المتسربين يعني هدول عشان نحميهم كحماية من خطر الانحراف وانهم ما يكونوا في الشوارع نستوعب تقريبا كل سنة في مراكزنا 400 طفل ننعلمهم تسع مهرات أساسية بتبلش من التعليم اللامنهجي بمعنى التعليم الغير نظامي اللي هو متسرب أصلا بكون قدراته التعليمي الضعيفة احنا بحاول نقوله إياها وكمان عمل تشبيك مع التربية والتعليمي اللي بقدر يرجع المدرسة بالعكس هو يكون في المدرسة أحسن يعني دوره بهذا السن لازم يكون في المدرسة هو تأهيل ما قبل المدرسة إذا فيه إمكانية يرجع المدرسة بالزبط هي محاولة عادة دمجه بالمدرسة مرة أخرى اللي بكون فاقد الأمل وكمان احنا ما يعني مش كل الحالات أكيد بننجح فيها يعني ما عن عصف صراحي سحرية ننجح مع الناس كضايل اللي بكون ما ننجحنا معها بكون فيه خطة داخل المركز أنا في الوزارة كيف نتعامل معها يعني نعلم المهارات الحياتية إنه كيف ننظف حاله سنانه يحكي مع الناس دق على الباب يقدم حاله للناس بالأمر هاي بنعلم كمان مهارات بتلقى هو كمان هو أسرته مهارات الإرشاد الدعم النفس والاجتماعي زي معك كمان مراكزنا هي مشمولة بهذه الخدمة برعاية صحية كاملة بكون معها تأمين صحي بالنهاية طبعا أنشطة ثقافية أنشطة لمنهجية رحل اللي بدك إياه في الآخر بنتوجها هذه العملية بوسيلة مساندة اللي هي من علمه أساسيات تدريب المهني أو التأهيل المهني مشان نكون هاي من ضمن الأشياء اللي بنشتل عليها وعندك كمان بنطبق على المرأة بنطبق على المسن بنطبق على ذوي الإعاقة أكيد لأسف انتهى وقتنا يعني بتخيل فيه تفاصيل كتير ممكن الواحد نناقشها في هذا الدليل لكن نتمنى لكم كل التوفيق ونثمن دائما جهودكم أهلا خليك شكرا لكم اعتمامكم كمان أكيد أهلا خليك تسلم إلى هنا مشاهدين وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا في هذا الصباح شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة